دكتور إسامة طلعت أهلاً وسهلاً بحضرتك معنا أهلاً وسهلاً بحضرتك ويعني الحقيقة هنبتدي من بعيد شوية يعني حرك أساساً في الأساس أنت أستاذ للأثار والحضارة ثم كنت رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للأثار حالياً أنت رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوسائق القومية يعني الحقيقة تلت وظائف يعني كان لازم الحقيقة بص في الأوراق عشان يعني أجيد الحديث عنها طب أنا الحقيقة لفت نظري بس في البداية حريك لما كنت في هذا المنسب الثاني نتكلم عن رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية واليهودية يعني لماذا هذا التصنيف؟ يعني التصنيف يبدو تصنيف ديني رغم أن كلهم مفترض أنهم أثار مصرية في النهاية نعم الحقيقة أنه ده ناتج عن الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى الأثار اللي هو السلطة الأولى والأخيرة المسؤولة عن إدارة شؤون الأثار في مصر فعندما شرع أو وضع قانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 83 قسم المجلس الأعلى الأثار إلى قطاعات قطاع الأثار المصرية القديمة والرومانية وموازلي قطاع الأثار الإسلامية والقبطية واليهودية اللي هو مسؤول عن الأثار التي بنيت في الفترة من الفتح الإسلامي حتى مائة عام من تاريخ صدور القانون هذه الأثار في كثير منها أثار إسلامية أغلبها عبارة عن مساجد ومدارس يصلي فيها المسلمين كنائس وأديرة ينقطع فيها العبادة ويصلي فيها أخواتنا الأقباط والمسيحيين ومعابد يهودية يصلي فيها اليهود زي معبد بن عزرة ومعبد بوابة السماء اللي هو هانيبي في اسكندرية وبالتالي كان هذا التصنيف هو تصنيف لمكونات المجتمع المصري السلاسي الرئيسية في الفترة دي كل منهم يؤدي تقوصه في دار العبادة الخاصة بي طيب لغاية سنة 1966 كان دار الوسائق كانت مستقلة نعم ثم جمعت بعد ذلك سنة 1971 على هيئة العامة للكتاب لحد سنة 1993 عندما صدر القرار الجمهوري رقم 176 لإنشاء الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية التي جمعت بين دفتيها الجنحين الرئيسيين اللي هو دار الكتب ودار الوسائق وهذا هو الأمر القائم حتى الآن يعني رأي حضرتك إيه في هذا الضم أصلا؟ الضم طبعا يعني نتكلم عن الوسائق ودي لها معنى معين والكتب معنى عام يعني الحقيقة أنا حابب لما نفسر المكونات والدور والنشأة حلا أن فيه برضو علاقة عضوية بين المكونين الرئيسيين على اعتبار أن دار الوسائق هي حافظة زاكرة مصر ووسائق مصر منذ إنشاءها سنة 1828 على يد محمد علي ثم 1270 لما إنشأت دار الكتب اللي هي للحفظ وصيانة تراث مصر من المخطوطات والكتب القديمة والمصاحف والأناجيل ذات القيمة فكلا الوسائق والكتب لعند إنشاء دار الوسائق والدار الكتب هم الغرض منهم واحد هو الحفاظ على تراث مصر بالجناحين أو الفراعين اللي أنا قلت عليهم دلوقتي دار الوسائق يعني إنشأت داب الخلق دي أول حاجة دار الوسائق إنشأت في الألعة بشكل رئيسي في قلع صلاح الدين مقر القديم لدار الوسائق 1828 1828 يعني من 196 سنة وبالمناسبة هي أقدم أرشيف وطني في المنطقة العربية وإفريقيا وتاني أقدم أرشيف على مستوى العالم لأن أقدم أرشيف وطني إنشأ كان في فرنسا سنة 1790 إحنا بعديه ثم يألينا الأرشيف البريطاني ومازال هذا المكان الأول موجود المكان الأول موجود ومسجل كمان ضمن إعداد الأسار المسجلة فيه ضمن قلعة صلاح الدين الأساري ومازال يحوي يعني الكثير من تم إخلاقه لترميمه وبعد إنشاء المبنى مع انتقاله بعد كده في آخر مرحلة لمبنى الكورنيش الحالي اللي هو على فرملة بولاء في منطقة الساحة يعني هذا المبنى القديم تم إخلاقه لأنه كان فيه مشكلات بس دي من فترة طويلة سنة 1982-83 كان للمبنى يعني شبه هاي للسقوط تشققات الأسقف غير آمنة فخشي على المقتنيات وخشي على البشر فتم إخلاقه لترميمه وبعد الرمم تم الحفاظ عليه كما هو وكانت بالفعل انتقلت للمقر آخر حريك عبش طبعا مسألة نقل الوسائق لا يسبب الأمر الهيئ فاستقرت في موضوع الحالي في المبنى المخصص لها في كورنيش النيل في منطقة الساحل أو رملة بولاء